في حاجة اسمها التفاعل العكسي للأدوية يعني ايه؟ يعني ممكن فلان الفلاني ياخد دوة ماه الدوة ده يدخل إلى الجسم فبيتفاعل مع هذا الجسم طيب التفاعل العكسي يعني وارد حساسية ده واحد اتنين طب انت بتاخد كذا دوة لسبب من الأسباب من الوارد أن هذه الأدوية يكون في بعضها يتفاعل مع بعضه البعض حتى لو مسببش ضرر هتبقى الأدوية ملهاش فاعلية فتلقى انزك بتاخد الدوة ولا بتاخد الفيتامين وما بيحوقش زي ما بتقال فيش تأثير طيب لمنع ما يطلق عليه التفاعل العكسي للأدوية هيئة الرعاية الصحية خدت قرار بإنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية ده واحد اتنين الملأمة الدوائية في المنشآت الصحية جوة المنشآت نفسها الصحية في المحافظات بتاعة التأمين الصحي الشامل وده بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية تعالوا نحاول نفهم أكتر حبتين دكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء أهلا بيك يا دكتور يا نهر أبيض دا الشبكة وحشة أوي يا دكتور سنة كده كويس؟ أيوة كده حلوة أوي كل سنة وحضرك طيب أولاً وانت طيب وسنة سعيدة علينا كلنا وعلى مصر كلها سنة سعيدة عليك يا دكتور وعلينا جميعاً دكتور أنا حاولت أشرح مسألة التفاعل العكسي وصححني لو أنا غلطان ولا تضع علي لوماً مالرغم أن أنا كنت علمي لا دا حالك شرحت شرح حوافي جداً ويعني جامد جداً الله يخليك يا دكتور اشرح لنا أكتر نستزيد في حضرتك أهل الاختصاص هو طبعاً يعني مساء الخير عليكم وسنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنوعدكم إن عام عشرين تتا وعشرين يبقى عامل لاستخدام الأمثل والآمن للدواء وطبع عندنا محرك قلت في إطار الهيئة الرعاية الصحية والأستراتيجية اللي بنستخدمها دلوقتي في الرعاية الصحية عندنا استراتيجيات وقحة اللي تقوم علي الرعاية الصحية المبنية ويلادلة العلمية استراتيجية مهمة جداً دا وداها حاجة دلوقتي بنفعل دور السيدالي كعضو أساسي الفريق الصحي هيشارك الطبيب في وضع الخطط العلاجية ومتابعة تنفيذها هيقوم بمراجعة وقفة الطبيب للتأكد من الملأمة الدوائية اللي عليكم تتكلم عليها من حيث دوائع الاستعمال هل العيان محكي الدواء ده فعلا هيجرعة دي مناسبة للعيان ده لوزنه لسنه لمرضه لوظيف الكليا والكبد بتاعته هل معدل تكرار الجرعة صح هل طريق الاعتاق صح هل معدل الاعتاق صح يستلك المنسبة ويشارك في تعديل العلاج وهيدرب العيان ويثقف العيان ويدرب الممرض في الاعتاق العلاج دلوقتي تأكدنا ان الدواء صح وصل للعين الصح ودخل جسمه صح يجبها دلوقتي دور تفقيق ضرر ناعدمش وقدر تقييم استخدام الأدواء ومنعبة الدواءية هذا خلال تدخل جسم المنتفع بتاعنا احنا نبتدي نبوست دلوقتي نبتدي بالحط على مرحلتين مرحلة استقصائية بنحط حاجات قياسية بنقيس فيها بس تجابة المريض للعلاج هل العلاج الجاه الهدف المربو منه في الفعالية وهل هنقيس كمان نسب كل دولة نسب محددة للأعراض الجانبية فيبقى عندنا قاعدة كل المنتفعين المصريين اللي بنعالجهم هنقيس مختلف العلامات هلو صمت أعلى اللي هي علاجية بالأعراض الجانبية ونفتر المنهجية دي ونمشئ مكتبة قومية لدغاز الدواء نقدر ناخد منها قرارات مهمة جداً في الدواء هنقيسي طبعاً لإستخدام أمثل لأدوية المضات الميكروبية أدوية القلب والسكر والدس وهيبقى عندنا قاعدة بيانات بكل المنتفعين هذا استجابتهم للعلاج ونسب الأعراض الجانبية وهيبقى عندنا بتقن على ذلك بيانات وهيبقى عندنا بحث علمي حقيقي طائم على حل مشاكل عندنا في الأدوية للشعب المصري وانا يعني يعني الشعب المصري في راحة وكلنا فأنا شخصياً فخور نوع شغال فيه اتباعات بحية والمصريين كلهم لازم يفقا ولوه احنا اللي فخورين بيقوا يا دكتورين لأنه اللي بتعملوا الحقيقة مهم وعظيم وشديد الأهمية بالنسبة للمجتمع المصري كله ده بجد يعني أنا عايز أشكرك جداًا دكتور شريف وان شاء الله نراك قريباً بإذن الله في البرنامج بقى كده وتشرح لنا أكتر وأكتر ونفهم أكتر كل الشكر لدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدولة